الدكتور مجدى حسن نائب رئيس الاتحاد العامل ومنتج الدواجن رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتبايد والتجاري الحر IFT كبار المدورين في صناعة الدواجن أهلا بيك في فريق برنامج السمرة أهلا بيك وأنا ليه الشرف أن نطلع مع حضرتك في البرنامج ودائما كده بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله النهاردة صناعة الدواجن داعم رئيسي في توفير الأمن الغذائي المصري الجراءات كتير النهاردة بتاخدها الحكومة عشان تطوير الصناعة إحنا البداية هنطرع مع حضرتك طميننا على الإنتاج بتاعنا إيه والله إحنا عندنا طبعا شبه اكتفاء ذاتي بناء على القوى الشرائية بتاعت الناس يعني بس هي الفكرة أنه أرضى فيه أولا أخبار كويسة جدا بالنسبة للصناعة إحنا متفاعلين جدا بيها يعني ففيه توجهات رئيسية نتيجة لقاء معالي وزير الزراعة مع سيدة رئيس الجمهورية وتم وزير الزراعة عرض عليه ثلاث مخترحات أساسية مخترحين أساسيين نمرة واحدة إنشاء اللجنة العليا وده مخترحة كويس جدا الحاجة الثانية إنشاء مركز الأوباء الحاجة الثالثة اللي إحنا قرينا الخبر مبارح اللي هو البورصة السلعية فالثلاث محاول الأساسية دي فعلا لو فعلت هتبقى مبشر للصناعة الدواجن بصفة جامدة جدا يعني إن شاء الله تمام النهاردة دكتور إحنا بنتكلم عن ارتفاع أسعار البيض والدواجن نسمع من حضرتك بقى والحقيقة بس هو أسعار البده اللي رفع إنما أسعار التسمين أعتقد ما فيش مبلغة أو يعني معقولة يعني بالنفس المعدلات تمام هي القصة طبعا بيد المعدة إن طبعا نتيجة الكورونا السنة اللي فاتت والضعف السياحة فالمعروض كان أكتر من القوى الشرائية فنتج عن كده أن الأسعار نزلت بشكل رهيب جدا وصلت إلى 24 جنيه طبعا فطمام مع هذه الأسعار أقلم التكلفة فقدت إلى الناس تقلص حجم إنتاجها والشيء طبيعي أما بيقلص حجم إنتاجك المعروض بيقل عن الطلب فالقانون الطبيعي بتاع السوق إن الأسعار تزيد تمام إحنا كأتحاد النهاردة هنعمل يبقى في ارتفاع أسعار الدواجن أو البيض والله إحنا بنحاول لوقتي أن ننظم الأمور مع منتج البيض بحيث أن يرجع تاني لمعدلات قبل الأزمة الأخيرة في نفس الوقت أن نحاول نشوف قروض تجايل لأن في بعض الناس طبعا ما عندهاش المقدرة المالية أنها تشتغل بطاقة كاملة زي الأول ففي لقاءات مع البنك التنمية الأتمان الزراعي بحيث أنه يدي قروض تشغيل للمربيين تمام ده بالنسبة لقروض تشغيل المربيين ولا تحويل المزارع المغلقة ممتوحة للمغلقة والحالة الموضوع عبارة عن جزئين جزء الأولاني اللي هو تحويل المفتوحة لمغلق الجزء الثاني اللي هو التشغيل إحنا كان تركزنا النهاردة مع البنك التنمية الأتمان الزراعي على التشغيل بالنسبة لمزارع البيض لأنه طبعاً في مشكلة حدة في إنتاج البيض تمام نتيجة المشكلة الحدة كنا مركزين على قروض التشغيل تمام أوكادة السياسية النهاردة دكتور مهتمة جداً بتطوير صناعة الدواج وعملت لجنة إحنا أخبرنا إيه؟ والله إحنا بنشكر معالي وزير الزراعة يعني الحياة المعالي الوزير ما بتأخرش وبرضو ست النائب مصطفى الصياد والدكتور طرق سليمان رئيس القطاع الحياة اللي بيقدموا كل دعم يعني زي ما بيقول حالك اقتراح اللجنة العليا ده أولاً هنقدر ننظم الصناعة هي مشكلة صناعة الدواجن في مصر إنه ملهاش نظام فبالتالي النهاردة مفيش أي صناعة من غير نظام فهدف اللجنة الأساسي هو تنظيم صناعة الدواجن لأن النهاردة برضو في عشوائية يعني النهاردة أنا ممكن أعربي 2 مليون أم طيب أنا ربيت 2 مليون أم بناء على إيه؟ أنا أعربي مثلا مليون فرخ التسليم بناء على إيه؟ فلازم الأول إنه احنا بنحط البيانات احتياجاتنا ديه إنتاجنا الحالي قد ديه ونقارنه بالإحتاجات الفعلية ونشوف هل ممكن نزود أو إن احنا نزبط الإنتاج بحيث ما بقاش فيه معروض قليل أو معروض أكتر من الطلب وبالتالي نستخسر يعني فهدف اللجنة الأساسي اللي هو التنظيم كل دول العالم النهاردة حتى أمريكا وكندا وأوروبا ما بيسيبش أي صناعة كده بدون تنظيم فلازم يبقى فيه نظام معين بحيث أن احنا نضمن المعادلة السحرية ما بين المنتج والمستهلك لا عايزين المنتج يخسر ولا عايزين المستهلك يلاقي سلعة مبالغ في أسعارها فلازم التوازن ده فالحقيقة للتوجهات السياسية زي ما بقول لها هي إنشاء اللجنة العليا اللي هي أساسا يختاروا اللجنة هي الثلاثة اتنينات وتم تعديل اسمها تبقى لجنة تطوير وتنمية صناعة الدواجن وهيضاف على عدويتها مربي من الصغار المربيين وواحد من كبار مربيين والاتحاد أرسل اسمين منس أحمد نبيل والأستاذ خالد حمسة كأعضاء من ضمن برضو الأعضاء الجداد فيه أربعة مفروض متخصصين أساس أسطف جمع تربية دواجن اقتصاد دواجن تغذية وأمراض فالقرار رئيس الوزراء مع دولة رئيس الوزراء أن وزير المعالي وزير التعليم العالي هو اللي يبتدي يرشح أربعة فالاتحاد بعد الترشيح بتاعه الثلاثنين أعتقد وزير المعالي وزير التعليم العالي بعد الأربعة وفي انتظار الأول اجتماع تزموننا مع اللجنة العليا هي بقى مركز الأوبئة الحالة ده سبق يعني برضو يحسب لوزارة الزراعة أنها خدت قرار بإنشاء مركز الأوبئة لما حصلش قبل كده خالص دي خريطة وبئية دكتور صح؟ لا هي مركز الأوبئة هدفه الأول أول حاجة ترصد الأوبئة اللي في نفس الوقت بتعمل خريطة وبئية في نفس الوقت بتعمل خطط اللي انت تتحكم في هذه الأوبئة إلى أن انت تتخلص منها ده بالنسبة للدواجن وبنسبة للارج أنيمال وبنسبة للكلاب والقطط وبنسبة للأسماك يبقى مركز الأوبئة على غرار المعمول في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو ما يسمى CDC مركز الأوبئة فالحاجة ده سابقة يعني احنا بصراحة نشكر القيادة السياسية بالرؤية بتاعتها دي والاتنين حقا مكملين البعض اللجنة العليا مع مركز الأوبئة مع شركة البورصة السلعية الثلاثة دول مع بعض كل واحد بيكمل الجزء الخاص به تمام النهاردة صغار المربيين بمسؤول أكتر من 75% من دائرة الإنتاج تمام النهاردة حضرتها كخبير وكمطور في صناعة الدواجن احنا لو عملنا لجنة حكماء وقلنا مثلا الكيلو النهاردة هيكلف مثلا 15 جنيه ومكسب مثلا جنيه بنعملش الكلام ده ليه ونضبط السوق ونحد من الحلقات الوسيطة ما هي دي فلسفة البورصة السلعية البورصة السلعية زي التداول الأسهم بالزبط تيجي تبتدي بداية يوم التداول بتحط ما يسمى السعر العادل السعر العادل ده مفترض أنه بيتحط من قبل وزارة الزراعة بالتعامل مع الاتحاد فيبتدي السعر الصبح أن سعر كيلو التسمين كذا السعر طبق البيض أو البيضة سعرها كذا وبتفتح التداول التداول بقى بيخش بي لو أنت على السوبر ماركت لو أنت تاجر لو أنت مزرعة بتعرض إنتاجك أو منتج بصفة عامة وبعدين بيتم التداول على طول اليوم لو السعر نزل عن السعر التداول البورصة بتوقف التعامل طبعا السعر العادل معادلة مش سهلة ولكن الهدف هيبقى زي ما قلت أنا بل كده التوازن ما بين المنتج والحفاظ عليه والمستهلك والحفاظ عليه فهي دي هتحل مشكلة الأسعار بشكل إن شاء الله كويس النهاردة دكتور احنا تكلمنا كتير عن تطبيق قانون 70 لسنة 2009 والخاص بمنع تداول الطيور الحية احنا المفروض قليتنا ايه الفترة اللي جاية والمفروض القانون ده يتطبق ازاي وفويدا ايه؟ هو أولا القانون ما فيش منع تداول هو تنظيم تداول وهو القانون نزل لظروف معينة أيام ما كان فيه وباء لالفرنزا الطيور الوضع النهاردة ما عادش الفرنزا الطيور تمثل اي مشكلة وده فضل المجود الناس وفضل ربنا اولا اخيرا فاصبح النهاردة موضوع تنظيم التداول محتاج فترة دراسة تانية وفترة تمهيد اوضاع يعني انت لازم تحط لها خمسة لعشرة سنين لان فيه معوقات كتيرة نمر واحد تمانين في المية او خمسة وسبعين في المية من منتج التسمين مرب صغير طيب المرب الصغير ده النهاردة بيبقى واخد كتكوت آجل بياخد العلاف آجل الأدوية آجل ومنتظر بعد نهاية الدورة ان حد يتفعله تماني الفراخ ويبتدي يسد اللي عليه طيب مين النهاردة هيقوم بهذا الدور اللي بيقام بالنهاردة الدور التجار اللي بياخدوا الفراخ من المربي وبينقلها للأسواق فدي دي الدرس في نفس الوقت النهاردة التوزيع الجغرافي للمزارع غير متوازي مع التوزيع الجغرافي للمجازر فاضطر كده كده ان انت هتنقل الفراخ من أماكنها البعيدة للمجازر في نفس الوقت طيب المجازر خدت الفراخ من المربيين هتوديها فين وبعدين مين هيدفع للمربي تمن الفراخ اللي هوردها للمجزر في نفس الوقت الوقت ان انت محلات التداول الحي محتاجة برضه ان تشدر تقفلها لازم تدي لناس دي فرصة يوفق أوضاعه حسب البلان فالموضوع الحقيقي يعني محتاج وقت أكتر وبعدين في نفس الأهم من ده كله ان ما زال زوء المستهلك المصري بنسبة كبيرة جدا يميل للفراخ الحي عن الفراخ المجمدة يمكن الأوضاع في القاهرة واسكندرية يمكن لحده معين في ميول أكتر لتطبيق القانون لا لزوء المستهلك ان هو ياخد فرخة كاملة مبردة ومجمدة إنما في الريف وإحنا كلنا أساسنا من الريف الفرخة الحية هي الأساس تماما فالموضوع محتاج دراسة جامد طيب إحنا النهاردة لو تكلمنا عن مش هقول قرارات هقول نتاج اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام المنتجي الدواجن اللي كان أمس أهم الاجتماع ده كان فيه يا دكتور راحنا مبارح كان الاجتماع في شعبتين من شعب الاتحاد المنتجي الدواجن لها شعبة أمهات بيض المائدة وشعبة إنتاج منتج بيض المائدة كان الهدف إن طبعا النهاردة أصبح الكاتكوت تعالي طلب جامد وسعر وصل لـ 15 و 16 جنيه فلازم نقعد المنتجين مع شركات الأمهات عشان يحصل فيه تنسيق بينهم ومتبقاش فيه نوع من عدم توفر الكاتكوت بشكل أو آخر وابتدي يعلى سعره لأن لو عليت الكاتكوت معناها إن أنا متخم من متخلات المنتج البيض هتزيد على رغم طبعا الكاتكوت بيش بيمثل أي حاجة ولكن برضو ده عنصر تكلفة ناخد بنا منه فكان الهدف التنسيق ما بين الشركات والمنتجين وبرضو هدفه إن إحنا نحاول نرجع الطاقة الإنتاجية لبيض المعدة إلى المعدلاتها الطبيعية طيب بالنسبة إحنا محتاجين شركة تسويق تابعة للاتحاد العالمي ومحتاجين برضو منافذ علشان نضخ المنتج بتاعنا ونساعد الدولة برضو في ضرح منتج كويس زوجودة عليها وبسعر كويس نعمل إيه؟ والله إحنا طبعا أنت عارف حقيقة على زيادة الأسعار البيض الأخيرة ديت طبعا حصل ضغط إعلامي على الموضوع دوت فابتدى الاتحاد يقدم مبادرة كان الحياة المنص محمود العنيا رئيسي الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التومين فالاتحاد يبدأ عمل مبادرة أنه ينزل البيض بسعر المزرعة للمنافذ الخاصة بالشرق القبضة أو بأمان والنهاردة تم أول نزول كميات بيض في المنافذ ديت والسعر يبقى في حدوث 46 جنيه للطبع طبعا ممكن المنافذ بتزود مثلا 2-3 جنيه على البتاع بس في الآخر هيبقى السعر قل من المعروض في السوبر ماركت فدي البداية اللي نحن نحاول نهدي شوية الأسعار في نفس الوقت أما نرجع معدلات الانتاج للمعدلات الطبيعية دي برضو هتساعد في أن الأسعار مش هحصل لها قفزات مزعجة تمام إحنا دلوقتي الدكتورة عندنا قاعدة بيانات بالنسبة لإنتاج الداجين في مصر والله إحنا مشكلتنا في مصر بصفة عامة وفي صناعة الدواجن إحنا ما عندناش بيانات نقدر نعول عليها بشكل دقيق مع الرغم أن الوزارة الزراعة قامت بمجود ضخم جدا وعملت حصر لكل المنشآت الداجينة على مساء جمهورية مصر العربية بس المنشآت الداجينة نقصها استكمال حاجة تانية بقى الجوة المنشآت دي فراخ أعمارها إيه؟ بحيث أن أنا أقدر مثلا على مدارة 365 يوم أقوله الله أنه النهاردة هيطلع فراخ كذا عدد كذا الأسبوع الجاي كذا وهكذا فدي اللي نقصها ودي دور اللجنة العليا لأن النهاردة مصدر الكتاكيت سبع شركات جدود فنبتدي النهاردة سبع شركات الجدود تدينا معلومات كل يوم هو باع أمهات لمين وفين والمفروض يبقى سعر موحدة الدكتور النهاردة أنا الكتاكوت النهاردة في السوق ممكن يبقى بجنيه ونص وبعد كده ممكن يبقى 15 أو 16 جنيه ما دي سببها أن ما فيش تنظيم إذا أقول لحضرتك الناس كلها ممكن تدخل دورات مع بعض يعني مرب الأمهات بيقول لك والله دورة رمضان دي السعر فيها كتاكوتها هيبقى كويس وكده تدد الناس كلها تدخل دورات في أمهات التسمين في وقت واحد لا إحنا عايزين على مدار الـ 52 أسبوع يبقى فيه انتظام في عدد الأمهات والإنتاج مع مراعاة المواسم يعني الموضوع رمضان ده المفروض أن أجهزه قبلها بأربع شهور على العلم بحيث أن أنا أضمن للمربين ما حصلش فيه زيادة في أسعار الكتاكيت في نفس الوقت الدورة اللي هي دائماً تواجه العيد الكبير للعيد الأضحى اللي بيحصل أحجام المربين عن شراء الكتاكيت فتبصت لأي الأسعار بتنزل نزول رهيب جداً وبتدي مربي الأمهات بيخسر يعني فإنت لازم تنظم فهي مشكلتنا النهاردة أن لازم نقعد كلنا مع بعض وننظم إحنا النهاردة محدش شايف التاني أنا كمربي أمهات مش شايف زميلي مربي الأمهات ولا شايف مربي التسمين مصانع العلف مش شايفانا كلنا فالهدف النهاردة اللجنة التنظيم 75% لـ 80% مربين زغيرين زي النهاردة إحنا نقدر نسيطر على سوق العلاف السعر للبورسة العالمية قلت عن سعر الزراعة التعقدية الوضع البيئي بحقيقة الخدمات البطارية بتنزل نهاردة بتفتش على مراكز بيع الأدوية والوقعات الخدمات البطارية وزارة الزراعة سوق دولة الأمارات تتفتح بنسبة للمنتجات الداجينة سواء كتاكيت أو بيت فنقدر نصدر فيها وده برضو موجود مشكوري أنا